فتحت محكمة تحقيق الكرخ وزارة الداخلية لتزويدها بالتسريبات المنشورة لزعيم اتلاف دولة القانون نور المالكي بغرض المضي بالاجراءات المتعلقة بالتحقيق فيها وعلن قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ لوكالة الأنبال العراقية تحريك شكوى ضد المالكي بخصوص التسريبات الصوتية من قبل عدد من المواطنين مشيران إلى أن المحكمة قرر تدوين أقوال صاحب الموقع الذي سربت تسجيل الصوتي أيضا